شاومي The Meaning Backstreet Boys 8 و 14 دقيقة مرحبا بيكم من أسل الكل أهم المواضيع المطروحة في الصحافة الوطنية حل الجريدة حلنا الجريدة بيش نبدأ بجريدة الصباح وأمر الكونسولتينغ في مقياس الشأن السياسي لهذا الشهر تراجع شعبية رئيس الدولة والحكومة مجددا والغنوشي يقفص على قائد السبسي على قائد السبسي في نواية تصويت للرئاسية النهضة تصدر نواية تصويت في التشريعية وتحية تونس الثانية في الرئاسية الشاهد في صدار نواية تصويت وقائد السعيد الثاني عبير موسي هي الثلثة على كل نشوفه بالأرقام تقييم أداء رئيس الجمهورية من أفريل 2015 اللي كان في حدود 51.4 اللي هو تقييم الرضا عليهم ينزل إلى مستوى 17.5 في أفريل أو في فيفري 2019 بالضبط أفريل 2019 هو هبط ونزل إلى 17.5 تقريبا لأقل هبط حتى الاشتر تقييم أداء رئيس الحكومة اللي هو كان في حدود 51.4 في أفريل 2015 اللي هو ينزل زادا إلى 32.5 في أفريل 2019 رغم تقلصه ولكن يقعد في الصدارة في نواية التصويت للانتخابات الرئاسية اللي هو أهم رقب تقريبا هو آآ آآ آهو خمسين أكثر من خمسين في المياه ما يعرفوش لشكون بشي صوته ولكن يقعد يوسف الشهد في الصدارة ثم قيس سعيد ثم عابير موسي مصف المرزوجي فراشد الغنوشي سامي عبو والباجي قايد السبسي كعليش نلقاه الباجي قايد السبسي شعبية متاعه قاعدة تمشي وتنزل تقريبا في كل نواية التصويت في الانتخابات الرئاسية أو في الثقة بالنسبة إلى نواية التصويت للانتخابات التشريعية اللي تقريبا أغلبية التوانسة وأكثر من اشترها ما يعرفوش لشكون بشي صوته وبالنسبة إلى حركة النهضة هي في المرتبالولة رغم تقلص الزيد اللي عندها نلقاه بعدها حزب تحية تونس فنيداء تونس فطيارة ديمقراطي ثم أو الحزب الحر الدستوري ثم طيارة ديمقراطي فالجبهة الشعبية فأفق تونس وغيرها من الأحزاب اللي تلقاها تتذيل القائمة بالنسبة إلى مؤشر خطر الإرهاب اللي هو كان مؤشر خطر الإرهاب في حدود 2018 اللي هو كان في حدود النقطة 24 ففي فيفري 2019 اللي هو 26.7 بنسبة إلى 55% اليوم ما يعرفوش لمن سيساويتون في رئاسيات 41% لا يعرفون لمن سيساويتون في التشريعية وهذا أهم أخبار تقريبا اللي هو نجم نستخلصوه من هدايا وتقريبا التونسة اللي هو عدم الثقة واللفلو اللي هو قدامهم في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية هل نمشي إلى المواضيع الأخرى تقريبا عبيل موسي لنقاها في جريدة المغرب وجريدة الشروق الصادرة لليوم صورة لها من اجتماع سيدي بوزيدة لاعتداء على اجتماع الحزب الحر دستوري واستمرار افلات الجنات من العقاب يهدد التجربة الديمقراطية ويهدد التجربة التونسية ومخاطر على الانتقال الديمقراطي جريدة الشروق اللي حكيت على بعد حدث سيدي بوزيد عبيل موسي في حديث شامل اللي جريدة الشروق صفحة السادسة والسابعة حكيت على خمسة ساعات من الرعب والأمن اللي قاعد يتفرش بالنسبة الامن والوالي لفوضاني للخروج بمفردي وهو ما رفضته قالت زادة ما حدث تجسيد لعجز الدولة وهو غيابها قالت نطرح على انفسنا استرجاع مقاومات الدولة واعادة هيبتها تحكي وتقول وانه نعمل للحصول على المرتبة الاولى في الانتخابات القادمة حزبنا تسير الهياكل والموسات ولا مكان فيه لهيمنة الشخص وحكيت على تساتر الموحدين في حزبنا ولم يبقى خارجه الا المطابعون مع الاخوين نرفض منظومة الربيع العربي والدمار اللي لحقته بتونس تحالفنا الوحيد سيكون مع الشعب لتغيير منظومة الحكم بالقانون وبالصندوق وحكيت على برنامج هو برنامج جمهورية ثالثة تبنى بالكفاءات وليس بالولاءات هكذا قالت عبير موسي على كل خلنا نتعدى الى المواضيع الاخرى كما املأت صندوق النقد الدولي في جريدة الصباح وضربة قاسمة للصناعة التونسية هذه تلقاها مجددا في السيادة اللي تم اقرارها مؤخرا في اسعار المحروقات اللي بش تكون ذات جدوى اقتصادية بقدر ما تكون تبعاتها وخيمة لن تكون ذات جدوى اقتصادية بقدر ما تكون بش تكون تبعاتها وخيمة على المقدرة الشرائية للمواطن وعلى المؤسسات الصناعية وعلى السعر الصرف كيف كيف يفن فلاحة اللي هي قاعدة جزء كبير منها يحتضر وزيدوها الزيادة هذه هذاك عليش الاتحادة تنسي فلاحة الصيد البحري الذي يستنكر الزيادة في اسعار المحروقات صار شبوح بعيدا عن هذا وذاك اش تجيب بو امين انا عندي ساعة ما نجمش نركز معك برش خطر الخمم فيه عليش مش يقول بعد ما يسمع النوكات تذوم بو هاي تعتين في الملحق متاع شروق كيل عادة فما نوكات ضحكة على الاخري عليه اسمع قال لك لك ليون قال للنادلة الجيجة اللي جبت هالي راهي جلد على العظم يخي قال له سرفير ما اللي تحبني نجيب هالك بالريشة على كل هو هذي معنتها في ريمون شي شي يعمل الكيف ها عن نوكات تذيون موجودة في نجريدة في الملحق متاع الشروق اي بان شرق الناس متوضلش علينا وكاوا ملا في الشروق اي واحد هو وصاحب ونزيد عمش نزيد نقطة اخرى مصمم اطربنا اطربنا واحد هو وصاحب وحاسي اللي اسأل صاحب وعليش عندك ثلاثة لونتات متاع مضرقة لوحدة للقراية ووحدة للكتيبة والاخرة نفرق بيها بين لولة والثاني هكي قالوا معنا تذيون صحب داوي الضحك يا ذي والله العظيم قال لي قص الميكرو قص عليها الميكرو ابعدني من نوكات من هذومة اللي موجودين هزني للقضائي نطلب السماح ونمشي للشروق القضائي في بن زرت اصدر قضي التحقيق في المكتب لول من المحكمة الابتدائيا هل لحد بتقط اداع في السجن في حق عميد من سلك الدوانة وهذا على خطر السيد يبتز في مستثمره اللي يشكي به ووصل للمبلغ اللي يبتزو فيه لثلاثمائة مليون مم باباك انهار لحد العشية وحدات الحرس البحري في المهدية انقذت ومنعت عشرين حارق جيوا من برشة جهات من الجمهورية ونوين يحرقوا يخي تعطل بهم اشقف الحرقة في وسط البحر دونك منعوهم وشدوهم وهربوا منهم جماعة ما هو بالقانون راو ما يشدو شوه وبعض بشي سايبوه ما عنيش قانون اللي هو يقعد يتبعوا فيها مثلا الى بعد وحتى كين يعاود الكرة في مرة اخرى هذاك عليش لازم وادعاه برشة زادة اللي هو خاصة جهات الامنية ليعادة النظر في القوانين اللي هي القوانين معناتها الهجرة الغير نظامية اللي يعتبروها البعض طيب اللي بعد مبيهي في جاندوبا وقفوا سبع ولاد وزوزنسي واحدة منهم معرسة في الطبيعة كيما تحب هالكلمات في الطبيعة في الربع اياي وينلقاوهم في قاعدة خمرية كيشافوا العوين طيش ولاد منهم كعبة بناني يخي طلعت معبيا بالدرك دونك كيما قلنا وقفوهم وتبيننا للخمسة ولاد منهم ديجا رشارشي ايا بيه المهم في البنان الشايحاتين خمبيهم في البنان والبنان في برشة حاجة برشة منافع برشة مخدرات شكرا سارة نمشي للفاصل ثم نرجع معكم نعمل وطلع على اهم المواضيع او اهم العنوين المطروحة في الصحافة الولية